موسيقى يعطيكم العافية مشاهدينا و اهلا و سهلا فيكن اليوم الزالرات بدنا نعمل صحا كتير صحي و طيب بدنا نعمل اليوم الفريكي بالجاج بداية بدي عرفكم شو هي الفريكي الفريكي هي الحبوب الامح يلي نجد بس ما يبسوا عامون بتكونوا سنابلون بعضها خضرة شو بيعملوا بيقطفوا السنابل وهي خضرة و يتم تشفيفها على نار عالية جدا بهاي الطريقة بنحصل على الفريكي واللي هي لونه اخضر بداية اعزائي لتحضير الفريكي بالجاج انا بحاجي لنقل الفريكي عندي و غسلها كتير منيح ضروري ضروري تغسلوها للفريكي يعني عدة مرات لانا تخلص من اي شي فيها مسلا ممكن يكون فيها حصا ممكن يكون فيها شوائب فضروري تغسلوها وبعد ما تغسلوها بدكن تنقعوها بميم ساقعة اقل شي مدة نص ساعة بترك الفريكي عندي منقوعه جنب و ببلش بتحضير الجاجي لتحضير الجاجي انا بحاجي لفروج كامل بدي غسله كتير منيح بالحامض و بالملح و برجع بدي حضره لتحضير الفروج عندي انا بحاجي لطعم الزبدي بحرارة الغرفة بدي كمان ملح و بهار ابيض و قليل من عصير البورتوالي اللي هو الليمون و قليل من البقدونس يلي بدي افرمو نعم شو بعمل بمزش كل هالمكونات سوا و ببلش امرح تجاجي بين الصدر مسحب جاج وبين الجلدة تجاجي ضروري ضروري بصير انا امزجهم و متل ما عم فريكن علي الجلدي شوي شوي انتبهوا حتى ما تغسقوها لا هيد ضروري نعملها حتى الجلدي عندي تكسب الارمشي والصدر مسحب جاج بقلبها كمان بيصير موست رطب ما بيكون ناشف بهاي الطريقة بنحصل ع قطيب طعمي شو كمان انا بيحاجي للكرافس سل للكرات للجزر للتوم للبصل كل هاي المكونات لورق الغار كمان قليل من بقدونس كل هاي المكونات بدي حطهم بقلب الدجاجي عندي و برجع كمان اربط لاجرية كرمال هي و عم تنطبخ عندي بالفرن ما بتفتح كمان بدي ادهنة بقليل من الزيت الزيتون بدي ادهنة كتير منيح و برجع برشي عليها شوية ملح و شوية بهار شو كمان بدي اعمل بدي اجيب من مرأة الدجاجي اللي انا حضرتو هو عبارة عن فيكن اي شي عندكو رقاب الدجاج عضام الدجاج اي شي بتحطوها مع المعطيرات وتسلقون حتى نحصل على المرأة الدجاجي احنا بحاشته للتجاجي و كمان لنطبخ فيه الافريكي بنحط باقي المكونات كلها بالصينية و ضروري بدي اغلف للتجاجي حتى تنطبخ من البخار شو بعمل بجيب ورقة الزبدة بدهنة بشوية تبزات وبغلفها متل ما عم فرجي يكون ضروري ضروري بدي اعملها متل بروتكشن قبل حتى هو يكله بدي يطبخها برجع كمان بغلفها بالسانيتة و بدخلها على الفرن اول شي بدنا نعملها على لو تمبرتشر يعني حراري منخفضة لمدة ساعة بنرجع بعد الساعة شو بدنا نعمل نصير متل ما يقول المثل من دهنه وسقيله نصير من المي متل ما هو نصير نضيفها على الجاجي و نتركها ترجع تتحمر عنا لنص ساعة و ضروري هيو بالفرن تعملولها تشيك اوب هيو عم تتحمر حتى تنتبهو ما تحترق عنه بهاي الطريقة تكونو انتو جهستو تجاجي لا طبخ الفريكي بهلا ما رأي عليا تقريبا حوالي اكتر من نص ساعة هي منقوعه هلا بدي اطبخ الفريكي شو بدي اعمل بدي افرم بصلتان ناعم بحط عندي بالطنجرة اللي بدي اطبخ فيها زيت نباتي و قليل من السمنة بضيف علينو البصل اللي انا فرمته ناعم بقلي برجع بضيف علينو لحم الغنم مفروم ناعم فيكو هون بهاي المرحلة تستعملو لحم بقر مش مشكلة كمان بيصير بتضيفو عليا شو اسمو البهارات يلي بتستعملوها نفس طريقة طبخ الرز الشرقي نفس الشي سبع بهارات بهار اسود قليل من الملح وقرفي نعمي بتحركو كل هالمكونات سوا بترجعو شو بدكو تعملو تغسلو الفريكي وتصفوها كتير منيح وبتضفوها بهاي المرحلة على اللحمة والبصل اللي انتو جهزتو بتقلبو كل هالمكونات سوا بترجع كيف بدنا نطبخ الفريكي نطبخو بدنا نطبخها بالمرأة الجاجي اللي نحنا جهزنالا يه ضروري ضروري نطبخها بالستوك تبعولة تشيكن اللي هيدا هو اللي نحنا جهزنالا يعني حتى تحصلوا على الفريكي التعمي الطيبي ضروري تعملو هاي الخطوة بتضيفو مرأة الجاجي عليها بتضيفو الملح كمان تضوقو بهاي المرحلة الملح مجرد بلشت تغلي عندكم بتحرقوها بتوتو النار بتتركوها لتستوي على مهلة هلا الفريكي بتاخد وقت اكتر شوية من البرغل بس وقتها بتندج عنكم بتحصلوا على قطيب فريكي ممكن تعملو بهاي الطريقة شوفوا ما شاء الله الفريكي بتشحي مستوية لونة بيجنن وتعديل التدبيلي تمام تمام هون علاق عنا نحنا كمان الفروج استوى والفريكي استوت وكمان انا شوية حمصت شوية قلوبات حتى بزين الفريكي فيها وهلق بدنا نسكبها بالمنصف عنا حطيت انا الفريكي متل ما عمفرجيكم حطيت الفروج بالنص وعملت كمان شوية توم كارميليزي كمان كتير بيلبقلة بيعطي الطعمي كتير طيبي بالمنصف التوم الكارميليزي كمان هلق بدي ضيف القلوبات عليا وزينها بشوية بصل اخضر عزائي بهاي الطريقة اليوم كون جاهزنا الفريك مع الفروج بتمنى ازا عجبتكن الوصفة تدعمونا باللايك والسبسكرايب للقناة والشير للناس اللي بتحبوها واهلا وسهلا فيكن دايما بالقناة اشتركوا في القناة